يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بينما أنا بين النائم واليقضان إذ أتاني جبريل وميكائيل في المنام فقال جبريل لميكائيل زنه يا ميكائيل فوزنني ميكائيل بعشرة رجال فرجحت بهم فقال جبريل زنه بمئة رجل فوزنني بمئة رجل فرجحت بهم فقال جبريل زنه بألف رجل فوزنني بألف رجل فرجحت بهم فقال جبريل والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض لرجح بهم هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ذات يوم وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فلما وقفوا على أحد اهتز الجبل فقال له الحبيب المصطفى أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هبط جبريل عليه السلام على رسول الله وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك أتدري بما رفع الله ذكرك فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم يا جبريل فقال له جبريل عليه السلام إن الله تعالى يقول لك رفعت ذكرك يا حبيبي بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك اسم الله جل وعلى يذكر مع اسم محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأذان خمس مرات في الإقامة خمس مرات حتى عندما ننام على فراش الموت نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيا ورحمة عيسى وصبر أيوب هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أقسم الله له سبحانه وتعالى فقال وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد حتى في الإسراء والمعراج وهو في السماء كان يرتدين عليه وعلى الأرض قال الله لموسى اخلعنا عليك هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تجري الشمس في وجهه الشمس التي تملأ الدنيا نورا بل والله لو أنك عقدت مقارنة بين الشمس وبين رسول لله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أعظم وأجمل من الدنيا وما فيها ليس فقط من الشمس حتى أن الله جل وعلا قال عن الشمس سراجا وهاجا وسمى الحبيب محمدا سراجا منيرا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخلت لأغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أستطع أن أخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الطاهر الشريف بالقميص سأله ابن مسعود رضي الله عنهما من يصلي عليك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي فإن أول من يصلي علي هو الله رب العالمين أي شرف هذا ثم يصلي علي جبريل وميكائيل ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت ثم ادخلوا علي جماعات وفرادا وصلوا علي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم لا تقرأ وترحل ضع بصمتك بالصلاة على النبي الحبيب وشاركها لعلها تفتح قلوبا مغلقة لا تدعها تقف عندك واكسب أجرك وأجري غيرك بحول الله ترجمة نانسي قنقر